في الأثناء يودع ذو ضحايا أعتى زلزال ضرب المغرب منذ أكثر من مئة عام للمثوى الأخير مراكش مقصد الزائرين لجمالها وتقاليد أهلها خيم الحداد عليها لثلاثة أيام بإعلان رسمي من الملك محمد السادس ينتشر الجيش في عمليات نقل جوية بعد أن صنف الزلزال بالأصعب على فرق الإنقاذ لما لتضاريس إقليم الحوز من تعقيدات جبلية انظروا أين ينام كل هؤلاء الناس لا يوجد أي مساعدة لنا لقد تصدعت منازلنا ودمر آخرون مثل منزل ابنتي الذي تم تدميره نحن في حالة من الفوضى جميع منازلنا متصدعة يمكن أن تسقط في أي لحظة ولهذا السبب لا يمكننا العودة كل هؤلاء الناس يخشون العودة إلى ديارهم يقول خبراء رصد الزلازل إن ظروفا طبيعية وأخرى صناعية كانت سببا لهزة أرضية مدمرة في المغرب الأولى التكتونية تتعلق بحدوث تصادم بين الكتل الصخرية الضخمة في القشرة الأرضية والثانية تتعلق بتفجيرات نووية وتفجيرات مقالع الحجارة والمناجم توالت ردود الفعل الدولية على الزلزال والتي أبدت تعاطفها مع ضحايا الزلزال وعرضت تقديم المساعدة ومن أمريكا مرورا بالهند وإسبانيا وفرنسا إلى دول عربية منها العراق والأردن ومصر والسعودية والإمارات كانت رسائل التعزية للمصاب الجلل الذي ألم بأهل المغرب وإعلان الدعم الفوري لذوي الضحايا على رأس أولويات المساعدات الدولية العاجلة برز من تلك الردود ما تقدمت به الجزائر من تعازن وفتحت مجالها الجوي المغلق منذ أيلول 2021 أمام رحلات الإنسانية التي تنقل مساعدات إنسانية وجرحة جراء الكارثة دعم لم يحدث منذ 2021 بسبب العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين لكنها كارثة وحدت صوت القريب والبعيد للتكاتف مع المغرب التي يقدر خبراء أنها تحتاج إلى سنوات لعادة إعمار ما خلفه الزلزال من دمار كما أنها كارثة أعادت حسابات الخطر ودق جرس الإنذار سيما بعد توقعات خبراء بموجة زلازل قد تصيب المنطقة العربية باحتمالية كبيرة أكثر من أي وقت مضى ترجمة نانسي قنقر